منتخب مصر مبارح في ماتش نيزلندا وتنهيله المبورة النهائية مبارح كان فيها أمور عديدة ومكسب كبير أولا مكسب منتخب مصر وده المشاركة الأولى أو الزهور الأول تحت قيادة كابتل حسام حسن الجميل كمان اللي هو الملعب الملعب مصر في العاصمة الإدارية حاجة بنية تحتية قوية جدا يعني أد فاليو رهيبة للكرت القدم المصرية ملعب بهذه المواصفات بالأرضية دي بالسعة الجماهرية دي فمبارح كان فيه أمور كتيرة منتخب يعني أدى أداء مش وحش يعني جيد بنوعا ما بالنسبة للمشاركة الأولى وطبعا ما قدرش أتكلم في الكرة وكابتل هني موجود كابتل حين رأيك لا بس كريم هنتكلم طبعا في الكرة ونتكلم في الفنيات لكن الحقيقة أنا كنت متواجد في الملعب الحقيقة يعني كنت متواجد مبارح في الأستاذ عايز أقولك أن الأستاذ يعني منشأ عالمي على أعلى مستوى من التجهيزات الحقيقة الواحد كان فخور جدا 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 أنه كمان في وقت قليل قوي قدرنا نعمل هذا الصرح الكبير أنا كنت متواجد الحقيقة هناك وكان لي لقائين حابب أحكي مع حضراتكم فيها لقائين بإيه عن الكرة وبإيه عن الفنيات هنتكلم عليها لكن وأنا هناك الحقيقة كان مش عايز أقولكم التنظيم كان تنظيم أكثر من رائع دخول الجماهير وخرجها على مستوى عالي جدا الشكل الأستاذ وانت جاي كمان من طريق الصخنة كده وبتبص على الأستاذ حاجة عظيمة جدا جدا كمان لما دخلنا الملعب ودخلنا الأستاذ الحقيقة كان فين بهار من الجميع الحقيقة وأنا كنت واحد منهم من إحنا الحقيقة وصلنا لعملية من التنظيم وعملية من الإرادة نحنا نعمل هذا الصرح الكبير ويكون منشأ رياضي عالمي وسط مدينة رياضية متميزة جدا في وقت قصير جدا كابتن وبنية أساسية بتضيف لي الحقيقة القرى المصرية والرياضة بشكل عام اللقائين اللي عايز أحكي لحضراتكم عليها ده طبعا قدامكم طبعا الصورة والصورة كمان بالليل بيبقى مختلفة كمان يعني الصور دي بالنهار بالليل بيبقى مختلف جدا الألوال الأستاذ من بره بتاخد ألوان وأشكال دي طبعا قرية وعايز أقول لك صرح كبير جدا جدا منها هذا الاستاذ العملاق أنا عايز أفراحك كمان كابتن هاني نحن النهاردة عندك ثلاث سلاط مغطبة في الألعاب الأخرى حاجة بساعة مختلفة ألومبية النهاردة عندك تراك فروسية عندك ميدان ريماية عندك النهاردة القرية دي لما جي مستر توماس بخ رئيس اللجنة الألومبية الدولية قال إيه ده طبعا أنتو خلاص يعني وكان مهند الشيف العريان السكتير عامل لجنة الألومبية المصرية مين عامل لجنة الألومبية المصرية لما كان ضفنا في الأبطال قال إنه مصر جاهزة تستضيف الألومبياد وده الهدف الأساسي يعني إن شاء الله في المستقبل القريب إن مصر تستضيف الألومبياد حدث أكبر حدث يعني على مستوى العالم في الرياضة هو ده الأفريقية ده بلاي الشرف تنظيم الصور اللي قدام حضراتكو بيتبين قد إيه هذا الصرح وزي ما بقول حضراتكو الجزء اللي عايزة أتكلم فيه الحقيقة قابلت مع بعض الناس عمال العمال اللي بنوا هذا الصرح الحقيقة كلهم مصريين وكنت شايف يعنيهم سعادة كبيرة جدا جدا عمال بساط جدا اللي كانوا بيشتغلوا فيه هذا الصرح الكبير وكان عندهم نوع من الفخر الحقيقة وهم بيقولوا لكابتن إحنا كنا شغالين بأيدينا في الإستاذ دوت وبانينات وبطوبة والحقيقة كان عندهم نوع من الفخر والسعادة أنه شوفوا نتيجة مجهود كبير جدا جدا وتعب كبير جدا ولكن الصورة الحقيقة كان الصورة رائعة الجزء الثاني قابلت ناس من نيوزيلاندا من وابد نيوزيلاندا الحقيقة وبدأت أتكلم معهم يعني اتكلمنا في الكورة وتكلمنا شوية في بعض الأمور الفنية لكن كمان قالوا لي هذا الصرح يعني صرح كبير جدا وافتتاح أكتر من رائع تنظيم أكتر من رائع وهم كمان انبهروا الحقيقة بهذا الصرح الكبير جدا ويعني كان منهم أول واحد يعني حد أول مرة ييجي مصر الحقيقة وكان يعني قال مصر بلد جميلة جدا 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 وحييجي تاني مع أسرته في الفترة الجاية وده كمان شيء مهم جدا بتعمل ماركتينج وبتعمل دعاية إيجابية جدا جدا لمصر من خلال الصرح كبير عايز الحقيقة أشكر على كل واحد ساهم في بناء هذا الصرح عايز أشكر كمان الشركة المتحدة للرياضة الحقيقة اللي كانت عملت الحقيقة افتتاحية رائعة افتتاحية على مستوى احترافي كبير جدا 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 كان ناقصها بس ان الاستاد يكون مليان وان شاء الله أنا شايف ان الفترة اللي جاية في بعض المجهودات أو بعض الاقتراحات ان شاء الله يكون فيه يعني إيبنتات على مستوى عالي جدا وده الوجود جماهير كبيرة ان شاء الله تزين هذا الصرح الكبير فالحقيقة كانت ليلة جميلة جدا محظوظا كنت هناك يا كابتن بارد محظوظا كويسا من الصرح الكبير ده يعني اللحظات بتبقى جميلة جدا وكمان خلينا أقول اللي كمل الجمال هو فوز منتخب مصر مبارح واحد صفر طبعا بدربة حرة وكان من إصابة الفاول نقس في درب الجزاء كان بنتيجة الفاول اللي حصل مع مع إمام عشور يعني أصدق لي أن إمام هو يعني حتى الإصابة بتاعته كان لها تأثير كبير حتى يعني لعب مهم لعب مهم جدا في منتخب مصر كمان خلينا أقول لكم كمان أنه كان فيه ستة مبارح شاركوا من النادي الأهلي في المنتخب وده رقم كبير يعني برضو انت النهاردة محتاج اللعبة دي ترجع وتريكافر خلال 48 ساعة عشان تستعد للمبارات سنبا بتهيأل إن شاء الله النادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي القادرين عندنا رغم ربيعة كان موجود محمد عمنا محمد هاني محمد مجد أفشا وإمام عشور وماروان حمدي يعني الأصدق أقوله أن إن شاء الله اللعبة تقدر توفق إن شاء الله في مبارات الفاينال اللي هيكون ما بين تونس اللي تأهل من تونس وكرواتيا اللي بتلعب دلوقتي وهتبقى المبارات نهاية إن شاء الله أكيد هتبقى مباراة كبيرة الحقيقة وزي ما بنتكلم يعني المباراة على المستوى الفني يعني مباراة متوسطة يعني في بعض الأحيان كان الأداء جيد ولكن مش هي دي المباراة اللي هنقايم بها الحقيقة لكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن بيحاول بيعمل بنعمل مش هقول جيل جديد ولكن بنعمل شكل شكل جديد للمنتقى بالحقيقة كل التوفيق كل التوفيق لكابتن حسام حسن كانت المباراة على المستوى الفني بتروح وتيجي بعض الفترات كنا فيها شكلنا أفضل بعض الفترات كان منتخب نيوزيلندا كان شكله أفضل شوية ولكن الإجابيات كانت كثيرة جدا كانت احتفالية كبيرة جدا الفوز كان مهم جدا الفوز مهم جدا فأول مشوار لكابتن حسام حسن يتأهل المباراة النهائية إن شاء الله في انتظار طبعا المباراة بتتلعب دلوقتي ما بين المنتخب التونسي ومنتخب كرواتيا الاتنين منتخبين كبار جدا وننتظر النتيجة يكون الطرف الكسبان هو إن شاء الله حيقابل منتخب مصر يوم الثلاثة على نهاية كاس العصامة الإدارية وإن شاء الله بإذن الله تكون يوم الثلاثة كمان نعمل أداء أفضل ويكون نتيجة إيجابية لأن ده يعني كمان حيدي روح معنوية عالية للمشوار اللي جاي المشوار اللي جاي هو الأهم مشوار التأهل لكاس العالم مع إدارة فانية جديدة كابتن حسام حسن نتمنى له كل التوفيين